بسم الله الرحمن الرحيم تحقم فهمك خمسة اشارت احد الدراسات الى ان 35% من السائقين يستعملوا الهاتف النقال اثناء قيادة السيارة اذا اختير سائقان واحدا تلو الاخر عشوائيا من مجموعة 100 سائق فما احتمال ان يستعمل احدهم على الاقل هاتف النقال اثناء القيادة طيب المطلوب هنا احتمال ان يستعمل احدهم على الاقل هاتف النقال اثناء القيادة إذا كان عندنا أمرين استعمال الهاتف أو عدم استعماله استعمال أو عدم هذا يعني المتممة على طول أفهم منها أنها متممة طيب نرجع هنا 50% السائقين يستعملون الهاتف تنقال أثناء القيادة إذا اختار سائقين واحدا تلو الآخر هذا يحدد لي أن هذه الحوادث غير مستقلة إذن الحادثين غير مستقلة حيث أن A السائق الأول نرمزهم بA وB نرمزهم بالسائق الثاني طيب نوجد احتمال حوادث الغير مستقلة احتمال A تقاطع الB هذا يساوي احتمال الA ضرب احتمال الB شرط حدوث الآي نوجد احتمال الA احتمال A السائق الأول السائق الأول 50% 50% من 100 إذن 35% من 100 ضرب احتمال الB إذن السائق الثاني واحدا تلو الآخر إذن على طول نقص من هذا واحد ومن المجموع واحد راح تكون 34 هنا راح تكون 99 أضربهم في بعض البسط مع البسط والمقام مع المقام 35 في 34 يساوي 1190 وهذا يساوي 9900 صفر تروح مع الصفر يساوي 119 على 990 إذن أوجدنا الحوادث الغير مستقلة الآن نوجد متممة هذه الحوادث إذن راح نقول احتمال الحوادث الغير مستقلة أو متممة الحوادث الغير مستقلة تساوي واحد ناقص الحوادث الغير مستقلة وهذا يساوي واحد ناقص اللي أوجدناها 119 على 990 وهذا يساوي واحد المقامات 99 في واحد أو 990 هنا 190 في واحد 990 ناقص 119 وهذا يساوي هنا 990 890 ناقص 19 800 وحد 70 وهذا يساوي 0.879 طيب هنا نبسط أو نزود واحد هنا نقرب عفوا راح تكون 0.88 الآن نضربها 100 علشان نوجد النسبة الموية راح تساوي 88 بالمية 88 بالمية إذن احتمالا نستعمل احداهم على الأقل هاتف النقال اثنان القيادة هو 88 بالمية موسيقى